أعلنت كوبا انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعوها أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجز إن بلاده قد قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي تتزايد قائمة الدول التي تعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية لتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة فتح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل أحدث تحولا في الرأي العام العالمي وحرك كوبا لتعلن انضمامها في الدعوة المرفوعة أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل فوفقا للخارجية الكوبية فإن هافانا ستستخدم حقها في أن تقدم بصفتها طرفا ثالثا وفقا للقانون الدولي تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني حق أصيل يكفله القانون الدولي لدولة ليست طرفا في النزاع ويمكنها من أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية مبادرة هافانا تأتي توافقا مع التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني إذن هي محطة جديدة في مصاري ليس بجديد تحت أروقة محكمة العدل الدولية التي كانت قد أمرت إسرائيل في وقت سابق بالوقف الفوري لهجومها العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقص حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية دون عوائق إلى أن إسرائيل ضربت بهذه القرارات عرض الحائط واعتبرتها غير ملزمة ربما هي كذلك كما تدعي دولة الاحتلال لكنها ستظل وصمة في جبينها أمام العالم وإن أنكرت أو تجبرت